السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم راشد الزعابي من دراجون مصر إلكترونيات اليوم يابلكم فيديو وهذا الفيديو طلب من بعض الشباب الطلب كان انه شو او شو ابض الكمبيوتر ممكن يسويه بقيمة للRTX 3080 اللي موجود في السوق او اللي تقريباً متوفق خلال الايام الياية الفيديو هذا بيشرح لكم عن القطع الرئيسية اللي تحتاجونها عساسة تسومون كمبيوتر ولكن بعطيكم يعني من البداية تقريباً سعر الكمبيوتر اللي متوقع للRTX 3080 بيكون حوالي من 6500 بيقول 7000 لان هذا الاضمن هننقول وممكن يوصل لل8000 درام هذا تقريباً المبلغ او الميزانية اللي بتحتاجونها لتحلونها للجهاز هذا المواصفات بذكرها ان شاء الله بالتفصيل قطع قطع وليش انا شخصياً اخترت هذه القطع وشو اللي الخيارات الثانية المتاحة اللي ممكن ترفع السعر او تنزل السعر بشكل عام وهذه الفكرة المواصفات هذه على اساس يعني تقلل نسبة البوترنك من وين يبتنى هالمواصفات طبعاً اول شيء شفنا فيديوهات من اجانب سوى مراجعات بشكل عام على مجموعة مختلفة من المعالجات من الكروت الشاشة وغيرها على 3080 فطلعنا بتقريباً بنتيجة انه خلاص هذا اللي نشوفه الافضل يعني يعني مثل هذا الخيار مش الخيار الوحيد ولكنها واحد من الخيارات اللي ممكن يتوفر عليكم فلوس ونحن بعد في نفس الوقت بنشرح لكم خلنا نقول الاداء او التول اللي نسوينا في الموقع كيفنا تقدون تختارون المواصفات وتشترون عن طريق الاونلاين بشكل بسيط وسهلس وللعنو المواصفات مبنية على الجيل الحالي شو يعني الجيل الحالي يعني المعالجات الموجودة اليوم ممكن بنحتاج في المستقبل نزل فيديو ثاني على اساس نتكلم عنه بدل سبع تالاف ممكن يستوي ستتالاف ممكن غيرها لان المواصفات تتغير بشكل دائم ما بطول عليكم الكلام يلا خلونا نبدأ ونراويكم بالضبط شو هي المواصفات الممتازة اللي بتناسب 3080 ان شاء الله بدون بوتلنك موجود على الكمبيوتر هذا هو موقع دراجون ماستر الالكترونيات هذه الصفحة الرئيسية مثل ما تلاحظون تقدرون تشوفون بشكل عام المنتجات المتاحة في الصفحة الرئيسية واللي حاب ندخل في الموضوع على طول اللي هو الكاستم بلدنك جيميك بي سي يطرحون على طريق اللي فوق اللي هو كاستم بلدنك جيميك بي سي أو في الصفحة الرئيسية نضغط عليها احين براويكم الخيارات المتاحة نحن عندنا انتري لفل وميد جيميك وهي جيميك بي سي طبعا نحن بخصوص موضوع 3080 بلد بنروح على طول على الهاي لفل جيميك بي سي في هذا البلد ان شاء الله بشرح لكم قطعة قطعة ليش اخترنا هذه القطع وشوز الأسباب طبعا هذا بيكون جزء مننا مثل ما ذكرت رأي شخصي وهذا اللي دائما نحن ننصح فيه عملاءنا الصفحة هذه الرئيسية في الجيميك بي سي بلد مثل ما انتم لاحظين اول شي فيها مجموعة من القطع الاساسية البروسيسر مادر بورد غرافيكس كارد الرامات البراماري ستوراج اللي هو مثل ما دقون تخزين الرئيسي ممكن تخزين فرعي باور سبلاي وغيره من القطعين حاليا نحن مصممين الصفحة هذه بطريقة يعني مثل يوم الهاي اند لجيميك بي سي بما معناه انه هذه افضل الخيارات اللي انتم ممكن تسوونها لموضوع الفاليو فور ماني ولكن بنركز موضوع اليوم على افضل بلد عندنا بيكون موجود للثيرتي ايتي كفاليو فور ماني من ناحية المعالج خلنا نشوف المعالج المعالج نحن بدينا ب3600 اكستي ولكن حسب ما نحن شفنا من مراجعات الثيرتي ايتي يعتبر واحد من اسرع الكروت اللي موجودة فافضل معالج يعتبر فاليو فور ماني اللي هو رايزن 7 3800 اكستي سعره عندنا نحن تقريبا 1800 درهم المنافس للمعالج هذا من انتل اللي هو اي سيفن 10700 كي لاحظون الشوية الاي سيفن اغلى عن الريزن لكن انا بتكلم ليش اخترت الام دي اخترنا الام دي بالتحديد باكثر من سبب السبب الاول والسبب الرئيسي ان اي ام دي تدعم اللي هي خاصية البي سي اي اي اكس برس فور بوين زيرو الكرت هذا اصلا هو بي سي اي اكس برس فور بوين زيرو ثاني نقطة مهمة اللي هو الان في امي اي اي او الهارد اسكات المستغلية بتكلم فيها بعدين فيها خاصية الفور بوين زيرو ودعم بشكل كبير عليه فافضل معالج تقريبا من ناحية السعر 3800 اكس تي لالجيمينج بعدين نتدو الروح للمدربوردات المدربوردات في عندنا الام دي خيارين يروح للبي خمسمية وخمسين او الروح لالاكس خمسمية وسبعين انا مختار الاكس خمسمية وسبعين لانه هي تعتبر يعني التشيب ست الافضل اللي بيدعم الاوفر كلوك بشكل افضل وفي نفس الوقت يعني يعطينا بما انه هذا يعتبر هاي اند جيميك بي سي فخيار ممتاز والفرق بسيط تغريبا ميتين وخمسين درهم وغارنتا بالبي خمسمية وخمسين الجرافيكس كارد حاليا مش متاح عندنا السعر بالضبط الثيرتي ايتي ولكن متوقع ما بين الثلاث تالاف درهم يمكن توصل الاربع تالاف فنحنا بنحط في قبالنا انه كأنه سعر الثلاث تالاف درهم الروح للرامات الرام طبعا نحنا ننصح بستة عشر قيقة الرامات في عندنا اكثر من السرعة نحنا نفضل دايما يكون خصوصا الاي ام دي السرعة تفرق معا بشكل كبير ففي خيارين في عندي يا اروح لللي هو الاي داتا اكس بي جي اه ستة عشر قيقة ثلاث تالاف وستثمية ميجا هرتز وفي عندي النوع الثاني اللي هو شكليا مختلف من ناحية الاضاءة ولكن انا مثلا في البلد هذا كفاليو بحاول اروح للارخص حين احنا عندنا اللي هو ساعة التخزين طبعا في عندنا ساعة التخزين الرئيسية اللي هي غالبا نستخدمها في تنزيل الويندوز وتنزيل بعض البرامج ولا الاعاب انا شخصيا اقترح دائما ان ساعة التخزين الرئيسية تكون اذا ممكن ان في امي ان في امي ان في امي اللي هو يعتبر اسرع من اسرع انواع التقنيات الموجودة في التخزين توصل سرعة الان في امي مثلا في الهو 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 حوالي تقريبا اه الفين وشي ثلاثة الاف مش متأكد بالضبط كم سرعته اه افضل من العادي اللي هو مثلا اللي عندنا الهو 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 مثلا 512 هذا سرعته تقريبا تعادل حوالي 500 ميجا بايت فالكس بي جي الفي امي تقريبا ثلاثة الاربع اضعاف السرعة مقابل فرق مية درهم تقريبا فرق يعني ما يعتبر كبير اه هني الموضوع طبعا بيكون اه انت كعميل لك الحرية تشوف المساحة المحتاجينها ممكن تروح لل256 بس للوندوز بحيث انك توفر وان تيرابايت الاخيارات متاحة لكن انا شوف 512 ممتاز شي زين بخصوص السكندري اللي هو خلنا نقول تخزين الاضافي بعض الشباب يبغون للالعاب في منهم مثلا يقول انا ما يدفع وايد مبلغ كبير والالعاب غالبا ما تستخدم في بعض الاحيان او اغلب الاحيان اصلا السرعة العالية فخلاص انا باستخدم مثلا الهاردسك يكون ارخص فنستخدم الهاردسك التقنية القديمة لكن مساحة اكبر بسعر بسيط لكن انا مثلا في هذا البلد مش مهتم فبيكون نون حاليا الباور سابلاي معروف الثيرتي ايتي يحتاج باور سابلاي عالي تقريبا سبعمائة وخمسين او سبعمائة واط وعلى فنحنا بنخلي هذا الستاندرد الموجود الكيس عندنا كيس دراجون ماستر الوندوز في حالة الوندوز طبعا هو موضوع خياري ممكن تنزلون الوندوز التجريبي طبعا الوندوز التجريبي بيكون في شوية او اللي حاب يضيف الوندوز الاصلي او خلنا نقول النسخة الكاملة يدفع مثلا 419 لكن انا كنوع من التوفير بستخدم اللي هو ترايل فيرجن بخصوص موضوع تبريد المعالج اللي هي الخطوة الاخيرة خطوة الاخيرة طبعا عندنا اللي هو تبريد عن طريق المراوح العادية طبعا جيد ولكن دائما ينصح اذا يعني شخص بيدفع مثلا نفس الببلغ ان يرح يضغط او يستخدم اللي هو ممكن تبريد الماء حيث ان يكون افضل حين احنا اخترنا المواصفات الرئيسية وبنراجحها بعدين في النهاية بعد ما نضيفها في السلة فخلونا نطلع فوق ونشوف كم السعر وصل عندنا هنا السعر وصل عندنا تقريبا حوالي بما يعادل 7500 درهم يعني سعر بين 7000 و 8000 درهم هذا بيعتبر السعر تقريبا المثالي لـ 3080 بلد ممكن يكون فيه توفير يعني اللي ما عنده هذا المبلغ لو نرجع مثلا خطوة ممكن يتم توفير عن طريق مثلا نحاول نقلل مثلا في المموري في الرامات مثلا بدلا ما نروح مثلا الرامات الغالية لكن في الAMD ينصح في السرعات الاعلى فما نشوف انه مثلا تستحق ان نسوي downgrade ولكن خلونا نشوف مثلا وين ممكن نسوي downgrade انا شخصيا اشوف ان downgrade الشيء الوحيد مثلا في البلد هذا ممكن يصير عن طريق مثلا مادربورد والمعالج اليابوي ينزل اقل لكن ترى كل ما ننزل الاقل كل ما احتمالية انه مثلا بوتلنك خفيف يكون موجود في السيستم عدنا لكن في نهاية اليوم الموضوع يعني مخير على حسب ميزانية الشخص ولكن بشكل عام البلد بيكون مكلف ما بين 7000 درهم الينا 8000 درهم هذا نتكلم نحن كافظل build value for money طبعا ممكن يوصل الى 10000 عادي لان في استخدام مثلا قطع مختلفة براندات مختلفة واشياء ثانية فخلونا نضغط نحطها في السلة ونشوف المواصفات بتطلع عنا بشكل مرتب اشتركوا في القناة هذه الخلاصة النهائية من المواصفات البروسيسر الي اخترناه ryzen 7 3800 XT الموتربورد AMD X570 الـ graphics card الموجود عندي هذا حاليا 2080 لكن بنبدله ل 3080 السعر ممكن شوية يكون اغلى ولكن هذا تقريبا لو افترضنا انه السعر المثالي الرامات اللي عندنا 16db سرعة 3600 ميجا هرتز الـ hard disk هو الـ sshd الرئيسي 512 NVMe الـ power supply 750 واط الكيس طلعا الكيس انتم مخيرين فيه الـ windows بعد نفس الشيء مخيرين فيه لكن كبداية ممكن الشخص يذهب للترايل واخر شيء اللي هو المبرد استخدمنا احنا مبرد التبريد المائي وطلعنا هذا السعر النهائي 7500 اذا كنتوا حابين مثلا عن طريق دراجون ماستر تشترونا ممكن تساوين الـ process to check out وتكاملون طلبية ويوصلكم الكمبيوتر تقريبا خلال يوم او يومين عمل حاليا الشحن موجود داخل الامارات ولكن في المستقبل ان شاء الله القريب يكون فيه شحن لخارج الامارات معلومة بس احينا المواصفات اللي انت تشوفونا هذي مثل ما انتم لاحظين على اليمين هذه المواصفات او المعالج وغيره ترى نحن نتكلم عن اليوم بكرة AMD ممكن تنزل نحن متوقعين ان AMD تنزل معالجات يديدة ممكن تنزل معالجات اللي هي نسخة ال5000 فالكلام اللي نقوله هنا ترى ممكن يتغير ولكن نحن نتكلم عن اليوم ما بنتكلم عن شيء ما نعرف مثلا خلال السبوعين شو بيكون خصوصا انه بتكون طبعا يعني كلام مواقع لين ما تطلع هننقول التجارب الفعلية من ناس محترفة في موضوع البنشمار وان شاء الله قدرنا نفيدكم واللي عند اي استفسار ياريت لو تكتبونا كومنت وممكن نتبادل خبراتنا ما بيننا وبين بعض ومشكورين على المتابعة